عبرت من معبر رفح البري باتجاه منفذ كرم أبو سالم 42 شاحنة تحمل مساعدات غذائية وإغاثية و10 شاحنات تحمل مشتقات بترولية متجهة إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة في الوقت نفسه حذرت منظمات أممية من استمرار مسلسل التجويع للمدنيين وانتشار الأوبئة ومرض شالة للأطفال وتقليص المساحة والمناطق الآمنة المزيد يطلعون عليها الزميل رامي محمد مراسل التلفزيون المصري الإكرامي بعد تحية في هذه المتبعة لمشهد المساعدات الإنسانية من أمام معبر رفح البري نرصد حجم المساعدات والشاحنات التي دخلت من معبر رفح باتجاه الطريق الحدودي إلى منفذ كرم أبو سالم حيث استقبل معبر رفح على مدار اليوم 42 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية والغذائية وأيضا أدوات طبية و10 شاحنات محملة بمشتقات بترولية يأتي ذلك في ظل حالة التعنت الإسرائيلي أمام دخول المساعدات خلال الأيام السابقة ما بين التباطئ والرفض والإغلاق في أحيان كثيرة ويمكن تحدثنا خلال اليومين السابقين تحديدا كان هناك إغلاق كبير من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لكافة المنافذ والمعابر من جانبها ومن جهتها هذا يعيق بشكل كبير جدا دخول هذه المساعدات الأمر الذي حذرت منه العديد من المنظمات الدولية والأمامية من منظمة الصحة العالمية من تفاقم الأوضاع الإنسانية والكارثة الإنسانية بالفعل داخل قطاع غزة من خلال تقليص المساحات والمناطق الآمنة الخاصة بالمساعدات الإنسانية وأيضا وجود بشكل كبير جدا لأكثر من 90% من أطفال غزة معرضين لخطر إنهاء حياتي من خلال تأخر المساعدات وأيضا انتشار الأوبئة والأمراض داخل هذا القطاع نتحدث عن استمرار لألقاص نتحدث أيضا عن استمرار وتفاقم الأوضاع الإنسانية والكارثة الإنسانية داخل قطاع غزة وأيضا استمرار أيضا لحالة التعنط الإسرائيلي أمام مشهد المساعدات الإنسانية هذه هي الحالة من أمام معبر رفح البري عودة إليكم ترجمة نانسي قنقر